نأتي الأسئلة الموجودة هنا من الفيروسات الارتجاعية طبعاً فيروس ذكرنا الفيروسات الارتجاعية تحتوي على الـ RNA فإذا سيكون فيروس الـ Ease تذكروا دائماً أن الفيروسات الارتجاعية هي الفيروسات الأشد ضراوة أو الأشد فتكاً بالإنسان تصنف الفيروسات عادة بالاعتماد على نوع ماذا؟ بالاعتماد على ماذا؟ نحن صنفنا الفيروسات في الصورة السابقة بناء على الحمض النووي سواء كان هذا الحمض النووي RNA أو DNA إذا نحن نصنف الفيروسات حسب المادة الوراثية أو الحمض النووي الموجود فيها الـ Ease من الأمراض الجنسية تصيب الإنسان وطبعاً من المسبب لهذا المرض؟ طبعاً قد أحتار بين الفيروسات والبريونات لكن غالباً سيكون السبب الفيروسات ترجمة نانسي قنقر